فيما تتعلق بالتطورات في قطاع غزة فالتطورات الأبرز هي النقاشات السياسية التي تحيط بالتطورات الميدانية في القطاع وهناك شعور في إسرائيل أن إسرائيل مقبلة على قرارات خلال الفترة المقبلة عليها أن تحدد شكل العملية العسكرية في قطاع غزة إن كانت ستستجيب لطلبات الولايات المتحدة بتراجع حدة القتال خلال الفترة المقبلة في قطاع غزة بشكل كبير جدا نتحدث عن أقل من أسبوعين بحسب آخر تصريح لمسؤولين أمريكيين لكن أيضا عليها أن تتخذ قرارات تتعلق بالصفقة تبادل الأسرة وبغيرها من الأمور وبعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمالي قطاع غزة وأيضا عودة النازحين الإسرائيليين إلى مستوطنات غلاف غزة كل هذه التطورات لم تحسمها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن ووسط اعتقاد بأن الأولوية والقضية الأكثر الحاحة الآن هي صفقة تبادل الأسرة وضرورة أن تذهب إسرائيل إلى هذه الصفقة لكن حتى الآن بحسب ما يجري الحديث عنه ورغم التسريبات الإسرائيلية المتلاحقة خلال الفترة الماضية والسيناريوهات التي كانت تتحدث عنها عن مقترح قطري لوقف إطلاق نار يتضح أن هذه الأمور هي تسريبات من الحكومة الإسرائيلية أو من جهاد داخل إسرائيل لإشغال الإسرائيليين لإشغال عائلات الأسرة الإسرائيليين خصوصا أن توقيت نشر هذه التسريبات التي لقد صدن واسعا جدا كان عشية إحياء عائلات الأسرة الإسرائيليين اليوم المئة للحرب أي بالتالي مئة يوم من أسر أبنائهم بتظاهرات حاشدة يقدر أن مئات ألاف الإسرائيليين شاركوا في الاعتصام الذي امتد على 24 ساعة منذ يوم السبت وحتى مساء الأحد لكن على العموم وبعد انقشاع كل هذه الغيوم التي كانت تروج لها الحكومة الإسرائيلية يتضح أن صفقة تبادر الأسرة ليست وشيكة ليست قريبة وأن الأفكار المطروحة هي أفكار عامة ولم تصل بعد إلى الأفكار التفصيلية ولكن هناك مطالب للحكومة الإسرائيلية بأن تبادر هي إلى مكترحات جديدة إلى مبادرات جديدة لصفقة تبادل الأسرة وربما لوقفة لقنارة أيضا